انا بخاف منه جداً بتصوير يعني انا ست بيت جداً على فكرة الفيلم ده مكانش هيساوي حاجة من غير انا تصوير قصر جداً طبعاً حلقة جاية وانا طب انا كزوجة يعني بتاخد بالا منك اما بتبع ايان ولا من نوع اللي ربنا معاك وشد حيلك وانا لازل مشواره جاية وكده لا اكيد رائية او جميلة لا والله اه بصراحة لا بصراحة اقول لك انا انا مكن ست بيت جداً على فكرة جداً يعني بتاخد بالها من البيت كويس وتاخد بالها مني كويس ويحب بيتها اوي ده ده بجد يعني يعني انا مكنش توقحها كده يعني كنت حاسنها لسه قدامها 3-4 سنين او بالما ايه او بالما شخصية هتتكون اصل يميزة برضو في انا على فكرة انا دايماً الستات اللي هي بتوقف افيدات وشكلها حل هي بصراحة الفيلم ده مكانش هيساوي حاجة من غير انا اقعد تفتكلم انت كنت مهم ولا حاجة انا وجودها طاغي لما تبقى معاك في الفيلم وجودها طاغي وانت مبقاش لك اي تأثير انت جابه في حلقة جاية لا هي انا بتعرف هي عارفة تقولي الاف بوزنته مظبوط جداً صحيح الافهات هي عارفة بتقوله زي الولد يعني زي الولاد عادي يعني انا قريه لها قولي الاف ده تقوله له اه اه فيه كده فجأة تتحول اه عارف ترانسفورمر كده وصوت مش لاقي عالشكل اه اه تم تحصوا باربي بصوت على الشري pinky بنتبهر بحاجات الناس ما بتنبهرش بيها انا عشانا انا في حجات يعني مثلا هحكيه لك حاجة يعني يا غني انا في حاجات بنتبهر بيها احمد مثلا مسلا مست بينبهر بيها لا احمد ما بيتمهرش من حاجة انا ما به Bacon وانا وهوا 2 ورا George انا يا احاد ان اتنين واربعين مثلا اذرا قناة 43 احيد اى أنت مصرها تلاتة واربعين احلم اهما يا ا proced انت حابه لا تحب بس أنت أقول الحاجات البسيطة بتبهرني لأنها مشفتهاش قبل كده ما دخلت الستوديو كلمتيني في موضوع يخص شعرك يا نهار أبيان بجد وحسستيني أنه البرنامج مهم بالنسبة لي كلميني عن شعرك شوي والله أنا عايز أقولك أنه أنا مش بعمل شعري خالص يعني أنا معظم الوقت ما أعملش شعري ما بتعمليش شعرك خالص؟ آه يعني أنا معظم الحاجات في شغلي دور مستحمل أنها ألبس باروكة بلبس باروكة عشان أنا بخاف على شعري جدا لمعلومة جديدة لا الناس عارفة أن أنا بخاف على شعري بتخافي على شعري؟ جدا يعني بخاف على شعري قوي وبخافي بوز وكده ويقع من في التصريب يعودوا يهلكوا الشعر جدا فبقى على قد ما قدر بحافظ عليه فأنا أنا عاملة شعري النهاردة ده عشان خاطر البرنامج عشان خاطر أنها طالعة معاك في تليفزيون إنما أنت بتحرص أنك ما تعمليش شعرك كتير آه لا أنا ما بحاجة عم ترى إحنا ما بنحبش ناقل عيلتنا كلها معادة أختي الصغيرة بتعمله على طول أنا وفرح ما بنحبش ناقل شعرينا قوي يعني وبعدين أنا شعري أصلا كريلي في الحقيقة فأنا كده عامله عشان لو طلعت كريلي هيبقى الشكل ومش حلو معاك يعني في البرنامج بيبقى لا بيبقى ضخم ضخم إيه بيبقى كارثة إفريقي كده أنا أنا ببقى بشي الهم لما بروح البحر ولما بروح المنزل لقدام أي حد محترم بخافة طلع عشان بعد ما بينشف بيبقى بطريقة مش ألطف حاجة وهو الأستاذ أحمد في البيت بيشوف الكريلي على طول لا لا يعني بيشوفني بس هو بيحبه عادي يعني هو هو بيبقى عامل زي علي ربيع لما بينشف من المياه بس ده حقيق يعني بيبقى ما أنا عليه شعري طحفة بس هو على بنت بيبقى مش حال هو على ذكر أحمد هو أنت فيك نفس العيب بتاع أحمد اللي هو إيه إنه أهلاوي بوصر أنا أقولك الحقيقة أنا كنت زي ملكوية وبعدين وبعدين هو خلاني أهلاوية بالعافية آه وبعدين بقيت أهلاوية عادي وبعدين قلتها أنا ما بشجعش الكورة يعني هو دحك عليك هو قال لي ما يفعش تبقي زمال كوية ليه قولي لي شرحلك الموضوع ده يعني إزاي أقناعك أنك تسيبي نادي الزمالك النادي الجبار قال لي ما يفعش النادي القرن بطل العالم المدرسة الهندسة كل ده وتبقي أهلاوية ما هو في الأول قال لي ما يفعش قدام الناس تقول لي أن أنت زمال كوية خالص قال لي زمال كوية دي يفعش قدام الناس دي حاجة عيب يعني أقل لأ عشان هو أهلاوي قوي فما يفعش أن أنت زمال كوية فقلت له طب يعني أعمل إيه ماشي خلاص ده أما ممكن أقول لهم ما ليش فكر قال لي لأ تقول لي أهلاوي قد من تحكمات الزوج يعني هو آه يعني هو عشان هو أهلاي وبيحب الأهلي جداً أنا ما ليش فكره أصلاً يعني أنا معرفش قوي اللعيبة عليكي عشان يخليكي من زمالكوية تبقى أهلاوية دي معلومة هو قال لي وده من الناس ما فيش بقى الكلام ده أنا أهلاوي جدا والناس عارفة أنت كده بتكتفيني ولأ وتبقى تجربة الشغل معاه في الفيلمك يتعامل ازاي والله أقول لك أحمد في التصوير بيبقى غير خالص الحقيقة أنا بخاف منه جدا في التصوير لأنه هو بيبقى متوتر أحمد بيبقى متوتر جدا في التصوير وبيحبش الغلطات مش لأنا أغلط في المشهد إنه هو ما بيحبش لأي حاجة أعزي النعم مشهد صح ما أنا داخل أعمل صح أنا مش داخل ألعب أنا داخل أعمل له صح بس أنا بخاف بيبقى مترعي بساعة منه وهو بصراحة بيبقى بيراعي في يعني بيراعيني قوي وبيهتم بي كده يعني هو ما يزعلني فيه بينكو سلة معينة أيها ما بيزعلنيش وبتاع وكده وبيهتم قوي بالناس اللي حوالي يعني مثلا قسقس وأنور وكده بيهتم بيهم برضو قوي وبيهتم بيه أنه مفيش حاجة تدايقني بس أنا بخاف أدايقه عشوه عشو بيقولك إنه الراجل والست لو في نفس الشغل بتبعي مسألة مش لطيفة لا بالعبس إحنا عملنا مع بعض دلوات سيد الشحاد كان حلو قوي آه جدا المسلسل ده اللي بحبه قوي آه ده بيدحك بشكل فظيع المسلسل ده نجاح جدا والناس باللحاد ده تتفرج عليه بتحبه والأطفال بيحبه قوي أنا ببسطت قوي في المسلسل ده ده مش أطفال ده أنا عشان أنام بالليل أنا بحبه قوي آه لا أنا ببسطت قوي معه في الواتس سيد الشحاد وفي مستر أكس والحمد لله وشي كان حلو عليه في الاثنين يعني ما شاء الله الاثنين نجحوا وكسر الدنيا بحس إنه دايما زوج وزوجة في الوسط الفني ده ببعليهم إشعات وعليهم أضواء وعليهم حاجة دايق يعني بص عشان إنت اخترت إنك تكون ممثل فإنت أي حاجة هتطلع عليك إنت لازم يعني تستقبلها وما تأثرش بقى في نفسيتك والكلام ده أنا أنا بتأثر أنا أنا مش هاتحك عليك أنا بتأثر من الكلام اللي لو حد آه متأثر جدا طبعا ما تغير حاجة بتدايقك تدايقك آيوة أنا مش إنسانة مش أنا إنسانة ولا إيه آه بتدايق أكيد بس يعني مش لازم أبين إن أنا أدايق أو أنا لازم أرد أو لازم أقول لأ ما أقولش حاجة يعني بقى بسكت آه أنت من نوع اللبن أس في ناس تردوا لا في ناس بتحب بقى الردوا وتردوا بصورة آه لا 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 أنا ما عليش في الكلام ده يعني أنا بحب حياتي الشخصية تبقى لوحدها وشغلي لوحده يعني ما حبش يعني حياة يعني شغلي يبقى بيتكلم على حياتي الشخصية بس لا أتكلموا عن أعمالي بس عن حاجات اللي بعملها إنما بتأثر فيك آه طبعا أنا بتأثر جدا أنا بلايك هم أنت واحش بتأثر بس مش ببين يعني بتروح تقوليله إيه الحق يا أحمد فيه كذا مكتوب أو أكيد بقول آه أكيد أي حاجة حتى لو حاجة ممكن حد مثلا كتب كومنت مش حلوة على صورة عندي بتأثر شوية وممكن أبعت للشخص ده أقوله ليه مثلا كده والله بساعة دايركت يعني آه أبعت له ليه كتبت كده يعني أنا إنسانة برضو أنا مش بتوصل المرحلة دي بتسأليه من تكتبت كده ليه آه المرة كذا ويردوا عليهم بس لحيح لكونا عايدين بتردي علينا وبتاحنا بنحبك قوي ايه أنا بنغشك بس طبعا بعد الجملة لو تعد كل الناس تشتمني عشان رد بقى أيوة لا أنا كده يعني عادي بس مش كل الكومنس يعني الكومنس معظمة كلها حلوة يعني بس الكومنس اللي هي بتبقى ممكن تدايقني أو جات على حاجة أدايقتني ممكن أبعت بقى أقول طب انت ليه كتبت كذا بتجهزي فيلمين بجهز آه فيه فيلم خلص آه هينزل في أجهزة نصف السنة اسمه بضع ساعات في يوم من ما ده رواية بضع ساعات يوم من ما آه ده قصص كتيرة حب يعني مش قصة واحدة قصص كتيرة فيه الناس كتيرة وفي الفيلم ده على فكرة زي أفلام زمان دي اللي يا أيوة الفيلم مش قصة واحدة كذا قصة قصص حب حصلت في ست ساعات الفيلم كله الله حلوة فكرة جديدة ست ساعات آه فكرة جديدة آه هو نواية محمد صادر